الحاجة التانية اللي هي بتقولها ان حصلها بعد كده حمل خارج الرحم طبعا حمل خارج الرحم برضو عشان نوضح للسادة المشاهدين يعني ايه حمل خارج الرحم هو الحمل خارج الرحم غالبا لما بنقصد بحمل خارج الرحم اصدنا الحمل في قنوات فلوب المفروض ان الحمل بيحصل لما البوايدة بتلتقي بالحيوان المنوي في قناة فلوب وتمشي البوايدة الملقحة اللي هو بقى الجنين دلوقتي تلتقي بالتلتصق في بطنة الرحم وبالتالي تنمو ويفرز الهرمولات نقدر نعمل اللي هو تحليل الحمل اللي نلاقيه موجب ويستمر الحمل بهذه الطريقة فبعد الأحيان الموضوع دوت ما بيحصلش داخل البطانة الرحم أو داخل التجويف الرحم بيحصل فين؟ البويضة بعد ما بتتخصب أثناء تجوالها علشان قطر تصل إلى الرحم في قنوات فالوب ممكن أنها تقف في لحظة في قناة فالوب وبالتالي لو وقفت في قناة فالوب ونامت في قناة فالوب في الجنين نمى في قناة فالوب بسبب أي حاجة ممكن يكون فيه تصيقات حول قنوات فالوب ممكن يكون فيه ديق في قناة فالوب ممكن يكون من غير سبب خلاص بتلتصق داخل قناة فالوب المشكلة كلها أنها لما بتنمو داخل القناة فالوب اللي بيحصل إيه؟ أنها بتفضل تنمو داخل قناة فالوب لحد ما تصل لمرحلة لا يمكن النمو فيها فبيتبدأ انها يحصل تير او يحصل اطعف الشارين اللي هي مغزية لقناة فلوب فبالتالي يحصل نزيف داخلي فعشان كده هي بتقول القناة انفجرت هي القناة انفجرت بسبب الاروجين اللي بتحصل دي وبالتالي لابد على الطبيب عشان كده احنا دايما بننصح المرضى ان هم اول ما يعرفوا ان هم حوامل لازم يروح للطبيب على طبيب وليه لان اول حاجة بيعملها الطبيب ان هو بيشوف ان الحامل ده داخل الرحم ولا خارج الرحم عن طريق ان هو بيعمل الصنار المهملي عند خمس او ستة اسابية ممكن ان هو يظهر كيس الحامل لو الطبيب ما لقاش ان كيس الحامل ده ظاهر عنده يبقى يبدأ يشك ان دوت ممكن ان الحامل ده يكون حامل خارج الرحم لانا ان الهورمونات عمالها بتاعها والحمل مش داخل الرحم يبقى دوت الحامل دوت خارج الرحم وغالبا في قناة فلوب لانها انها بتزيد بس مش بالزيادة اللي هي المفروضة تضابل كل 48 ساعة مفروض انها تتضاعف كل 48 ساعة فبعض الاحيان ما بتتضاعفش المضاعفة دي يبقى احنا بنشك في 60 ل70% ان ده ممكن يبقى حامل خارج الرحم يبقى هذه السيدة لابد من متابعتها بدري قبل ما يحصل انفجار في قناة فلوب لان احنا لو قدرنا انتبعها بدري ممكن في حلول كتير جدا تغنينا عن ان احنا نجري عمليات او نعمل اي حاجة من ضمنها ان احنا بنستخدم علاج دوائي يعني زمان العلاج الدوائي ده ما كانش موجود دلوقتي بقينا بنستخدم علاج دوائي وبنتابع اللي هو الميزوتريكسيت مندلها حونة وطبعا دي بتتحسب اكوردنج للبودي اللي جسمها حاج مؤديه بنحسب الكمية اللي هي محتاجاها وبتاخد حونة الميزوتريكسيت وبعد كدوات بنتابع ان الهرمون يبدأ ينزل بقى وانسى ان بدأ نزل يبقى غالبا ديت مش هتحتاج عمليات ممكن ان احنا لو اكتشفناها متأخر شوية ممكن احنا نجري عمليات بس عمليات ابسط شوية من عمليات اللي هو فتح البطن ممكن نعمل عمليات منزر ونستقصل الحمل اللي خارج الرحم او نستقصل قناة فلوب لو ما كانتش تصلح انها هتكمل بعد كده فاحنا بنطمنها ان ان شاء الله ممكن يحصل حمل بعد كده لو قناة فلوب كانت كويسة او ممكن يحصل حمل من الناحية التانية